إخواني وأخواتي أسأل الله تعالى أن يعافيها جميع مرضى المسلمين والمسلمات كثير من إخواننا وأخواتنا حينما يمرضون يعتقدون بأن الصلاة خلاص قد سقطت عنهم وبعضهم يقول لا نؤجل الصلاة وبعضهم يقول نقضيها وهذا غلط مدام أن العقل موجود والروح تتردد في البدن يجب على الإنسان أن يصلي ويصلي على الحالة التي يستطيع لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم شرحنا قبل قليل كيفية صفة الصلاة قياما وقعودا الآن كثير من الناس لا يستطيع حتى القعود لا يستطيع لشدة المرض طيب كيف يصلي يصلي على جم وما هي كيفية الصلاة على الجم بهذه الطريقة وسأذكرها تطبيق عملي حتى تصل الفكرة إلى إخواني وأخواتي خاصة الذين يرقدون على الأسر البيضاء أو في بيوتهم أسأل الله تعالى أن يمنى عليهم بالشفى والعافية هكذا إخواني وأخواتي بالنسبة للصلاة على الجنب يكون على جنبه الأيمن وإلى جهة القبلة وجهه إلى جهة القبلة بمثل هذه الطريقة يقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك يبدأ بالفاتحة إذا أراد الركوع قال الله أكبر يومي برأسي قليلا سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك يسجد ينوي السجود الله أكبر ويجعل السجود أخفض الله أكبر قد يقول قائل أنا لا أستطيع حركة الرأس لا يحتاج أن تحرك رأسك وإنما يكفي في ذلك النية يكفي في ذلك النية تنوي أنك تركع الآن تقول الله أكبر من دون حركة وهذا هو الركوع ثم تقول سمع الله لمن حمده بمثل هذه الطريقة طبعا وضع اليدين نفس وضعية اليدين في الصلاة حال القيام وبعد ذلك الركوع تضعها على فخ ذيك مثلا وحال السجود نفس الشيء أو تضعها مثلا على الأرض إن استطعت تنوي بذلك السجود وتفعل ما استطعت لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم